وبمجهودات متطوع حياة كريمة يتم توفير اللحوم لمدة ثلاثة أيام بثلاجات أو منافذ متحركة في منطقة المنيب والجيزة تواصل مبادرة حياة كريمة جهودها لتوفير اللحوم البلدي التازجة بتخفيضات تصل إلى 50% بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيض أسعار السلع بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع تاني يوم للمبادرة احنا مبارح كنا موجودين في نفس المكان احنا في المنيب في الجيزة جيزة منيب بجوار مدرسة طاع حسين كنا موجودين مبارح وبيعنا كمية لحمة اللي كانت موجودة في العربية كلها تبيعناها وكانت فيه ناس تاني برضو محتاجها لهم فبناء على طلب الجمهور جينا النهاردة تاني في نفس المكان وبرضو الجمهور متوافد بكميات كبيرة بنشكر السيد الرئيس انه يعني مخلي باله مع الشعب ومخلي باله مع الناس واسعار كويسة والدنيا كويسة وبنتمنى له دايما التوفيق وبنشكر حياة كريمة ان هي مهتمية برضو بالشعب للناس البسيطة للناس الغلبانة ربنا يوفاهم كده رب دايما على خير وبمجهودات متطوع حياة كريمة يتم توفير اللحوم لمدة ثلاثة ايام بثلاجات او منافذ متحركة في منطقة المنيب والجيزة وتحمل كل ثلاجة ما يقرب من مائتين وخمسين كيلو من اللحوم المذبوحة في نفس اليوم ليصل سعر الكيلو الواحد الى مائتي وعشرة جنيهات المبادرة مدتها ثلاثة ايام النهاردة حياة كريمة عاملة دعم المواطن منزل الكيلو اللحمة بلدي بمتين وعشرة فده طبعا ده يعني حاجة جميلة جدا للمواطن المواطن كده بيحس بفرق السار وبيحس ان فيه ان الدولة محياة نفسها والله اكيد حاجة كويسة بزل الغلال اللي بيحصل والحاجات اللي بتدور الايام دي هكيلو اللحمة بمتين وعشرة مش حاجة بالنسبة لما اسعار تاني عند الجزارين ب350-400 وتأتي تحركات مؤسسة حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين اعباء الحياة بالاضافة لمحاربة الغلاء وجشع التجار بتوفير السلع ومنها اللحوم باسعار مخفضة فضلا عن مبادرات اخرى تعمل على بناء الانسان كريم بيبرس التلفزيون المصري